سوق الطاقة صداع في رأس الاقتصاد العالمي فما ان شرع في مشوار التعافي من انتكاسة كورونا حتى اصطدم بصخرة الارتفاعات الشاهقة لأسعار النفط والقاز وحتى الفحم الأكثر إضرارا بالبيئة واقع دفع وكالة الطاقة الدولية إلى التحذير فأسعار الغاز الملتهبة تزيد احتمالات انقطاع التيار الكهربائي عن المنشآت الصناعية بما يقوض النمو الاقتصادي نمو ضروري لخلق فرص العمل في عصر تفشت فيه معدلات البطالة الاسعار المتعالية للنفط والغاز عادت الاعتبار للفحم كبديل عنهما لتقفز اثمانه في الصين إلى اعلى مستوياتها في عقدين ونصف ذلك ان عجلة الانتاج لدى التنين الاسيوي يجب ان تواصل دورانها حتى لو كان الامر على حساب الاعتبارات البيئية منتجون نفط الكبار يدافعون عن سياساتهم ويبرئون ساحتهم فالامين العام لمنظمة اوبك النيجيري محمد باركندو يعزو الامر إلى تداعيات كورونا وتباين قدرات البلدان على توفير الجرعات المضادة للفيروس اما وزير الطاقة الروسي اليكزاندر نوفاك فيرى ان معادلة السوق هي من تحدد سعر البرميل برميل انقفزت اثمانه هذا العام بنحو 60% ليستقر فوق الثمانين دولار وبعد ساعات من توقع مجموعة سيتي جروب قرب ملامسة النفط حاجزت 90 دولار جاءت توقعات من مصرف اخر لتحمل في طياتها رسائل اشد وقعا على مستهلك الخام فبنك جولدمان ساكس يعتقد ان الاسعار الراهنة للخام قد تبقى لامد طويل في ظل تفوق الطلب على المعروض المتضرر من ضعف انشطة التنقيب صدمة اسواق الطاقة قد تحصد ما حققه الاقصاد العالمي من تعافن هذا العام ولا يبدو في المدى المنظور ما يكبح جماح هذه الاسعار بانتظار جلوس كبار المنتجين والمستهلكين على طاولة واحدة علها ان تقودهم الى اعادة رسم خارطة السوق واولوياتها ها